بينما يحاول أن يرسم ابتسامة على وجوه الأطفال الذين يعلمهم القراءة والكتابة وفهم القرآن في إندونيسيا يرتدي المعلم يحيى إدوارد هندروان ملابس مهرج الرجل الذي يصف نفسه بأنه مهرج شريعة يعمل معلما في دار للأيتام وركز خلال شهر رمضان على تعليم الأطفال الدراسات الإسلامية وفي الأيام العادية الأخرى يعلم يحيى الأطفال كيفية قراءة القصص ويرى يحيى نفسه مرشدا لتوجيه الأطفال للسلوك الصحيح من خلال التعليم وخلال شهر رمضان يصطحب يحيى معه ابنه مرزا ذو الخمس سنوات يوميا لدار الأيتام الذي يعمل بها ويرتدي مرزا كأبيه ملابس طفل مهرج وعادة ما يمضي يحيى وابنه نحو ساعة في وضع المصاحيق قبل لقاء الأطفال في مجموعة القراءة المجتمعية ورحلة يحيى ليصبح مهرجا وفق الشريعة ليست سهلة فولم يطلق أي دعم من والده المتوفى الآن والذي كان يشعر بحرج من سلوكه هذا لكن بفضل تجيع مؤسس دار الأيتام كان واثقا من متابعة حلمه في التدريس كمهرج ويعمل يحيى أيضا في وظائف بدوام جزئي كمهرج للترفيه عن الناس في مناسبات ويتمسك بتضمين القيم الدينية وبرامج محو الأمية في أدائه وذا عصيت يحيى بسبب حماسه لتعليم الأطفال مع حرصه على الترفيه عنهم في الوقت ذاته وأصبح محل إشادة من المجتمع المحلي وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين من تزيد أعمارهم عن 15 عاما في إندونيسيا 95% وفق بيانات اليونسكو في 2018 رحاب علاء رويترس